مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية أبناء العزاء طلاب الصف العاشر أهلاً ومرحباً بكم ومع مراجعة دروس مجالي السيرة والأداب مع درس السيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ودرس تعظيم حرمات الله تعالى نبدأ بدرس السيدة عائشة الأسئلة الموضوعية واحد تزوج الرسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها بوحي من السماء قد تميزت عن باقي زوجاته صلى الله عليه وسلم بالزهد والكرم الفطنة والذكاء التقوى والصلاح كثرة الصيام والصلاة الإجابة الصحيحة الفطنة والذكاء ثانياً كل ذلك على أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اتصفت به الحياء الذكاء الجود الزهد طبعاً الإجابة الزهد ثالثاً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام يعد الحديث دليلاً على شدة حياء أم المؤمنين عائشة شدة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجته معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم بحالة زوجته نفسية ملاطفة الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجته بأجمال أسلوب طبعاً الإجابة الصحيحة ملاطفة الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجته رابعاً من ألقاب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الطقية المبرأة الزاهدة أم سعد الإجابة المبرأة خمساً لما دفن عمر رضي الله عنه في حجرة عائشة رضي الله عنها ما كانت تدخل حجرتها إلا وهي مجدودة عليها ثيابها حياء من عمر يدل فعلها هذا على كرمها وجودها شدة حيائها زهدها في الحياة عبادتها وكثرة طاعتها طبعاً الإجابة شدة حيائها سادساً يا عبد الرحمن أسبغي الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار يشير المثال إلى صفة تميزت بها عائشة رضي الله عنها وهي الحياء الزهد الجود والكرم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإجابة الصحيحة الأخيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثانياً الأسئلة المقالية واحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر حبه لزوجته عائشة أمام الناس ولا يخفيه هات مثالاً لذلك مثال سأل أحد الصحابة أصول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك قال عائشة قال ومن الرجال قال أبوها ثانياً كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب زوجته عائشة رضي الله عنها ويلاطفها بأجمل العبارات هات مثالاً يدل على ذلك حينما كان ينديها صلى الله عليه وسلم بعائش وبأم عبد الله وقال له يوماً يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام ثالثاً قالته عائشة رضي الله عنها كانت لا تمسك شيئاً مما جاءها من رزق الله إلا تصدقت به رابعاً اذكر موقفاً من سيرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يبين شدة حيائها لما دفن عمر رضي الله عنه في حجرة عائشة رضي الله عنها ما كانت تدخل حجرتها إلا وهي مجدودة عليها ثيابها حياء من عمر خامساً عدد الأسباب التي جعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عالمة غزيرة العلم ألف حدة ذكائها وقوة ذاكرتها بأ وجودها في بيت النبوة جيم لسانها السؤول هذه الأسباب التي جعلت أم المؤمنين واسعة العلم سادساً اذكر درساً واحداً مستفاداً من حياة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الدرس مستفادة كثيرة جداً نختصر ونقتصر على الحرص على طلب العلم النافع الحياء من مكالم الأخلاق ننتقل إلى درس حرمات أو تعظيم حرمات الله تعالى الأسئلة الموضوعية أولاً قال تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه نفهم من الآية وجوب تعظيم سائر المساجد المسجد الحرام المسجد النبوي المسجد الأقصى الإجابة المسجد النبوي ثانياً كل الأماكن الآتية عظمها الله تعالى عدى مكاناً واحداً وهو جبل أحد سائر المساجد المسجد النبوي بيت الله الحرام طبعاً جبل أحد قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتضبروا آياته وليتذكر أولو الألباب تشير الآية الكريمة إلى تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم حرمة المؤمن الأشكر الحرم طبعاً الإجابة القرآن الكريم ثانياً الأسئلة المقالية واحد في ضوء واقع الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم وضح بما يكون تعظيم مقام رسولنا صلى الله عليه وسلم الإجابة بمحبته وطاعته واتباع سنته والدفاع عنه بالنفس والمال والناس أجمعين ثانياً علل كانت آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حفظ دم المسلم وماله وعرضه علل لماذا؟ الإجابة لأهميتها وعظم خطورتها على الفرض والمجتمع ثالثاً هات مثالاً من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم انتهاك حدود الله تعالى المثال حينما سرقت المرأة المخزومية وأراد أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن يشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تقطع يدها فرضب الرسول صلى الله عليه وسلم غضباً شديداً رابعاً كيف يتم تعظيم حرمة المسلم أو كيف نعظم حرمة المسلم باحترام حقوقه وكرمته وعدم التعدي عليه خامساً أعظم الله تعالى مجموعة من الأزمنة عدد هذه الأزمنة التي شرف الله تعالى شهر رمضان ليلة القدر العشر الأول من ذي الحجة الأشهر الحرم سادساً قال تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهراً اثنى عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم استنتج من الآية الكريمة أزمنة شريفة اختصها الله تعالى بالتعظيم واضح أن الآية تتحدث عن الأشهر الحرم وهي ذو القاعدة ذو الحجة المحرم رجل وبهذا نكون قد انتهينا من مراجعة دروس السيرة والآداب على أمل اللقاء بكم في درس جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته